السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تلميز و تلميزات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح مع بعض الدرس 99 القسمة والدرس 100 العلاقة بين الضرب والقسمة من منهج الرياضيات للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد الدرس 99 القسمة أول حاجة يا أولاد وكيف يمكن أول حاجة يا أولاد بيقول لك كيف يمكن التقسيم باستخدام المجموعات المتساوية لو يا أولاد مخطط نموذج التقسيم عنيقرأ مع بعض مثلنا بيقول لك مازل يحب العلوم ويحتاج إلى 27 ساعة لينهي تجربته يبقى كده معنا يا أولاد معنا رقم 27 فإذا كان يعمل تسع ساعات كل يوم يبقى كده يا أولاد بيعمل تسع ساعات كل يوم أقول لك كم يوما سيحتاجوا مازل لينهي عمله فأقول لك يا أولاد لمعرفة عدد الأيام التي يحتاجها مازل نتبع الآدم أول خطوة يا أولاد بيقول لك من نرسم المخطط ونقسمه إلى عدة أجزاء بحيث يا أولاد كل جزء يمثل لها عدد الساعات التي يعملها في اليوم الواحد يبقى أول هنا أولاد أول جزء تسع ساعات يبقى نقسم المخطط أولاد إلى عدة أجزاء بحيث هي كل جزء يمثل لها عدد الساعات التي يعملها في اليوم الواحد بدانا بَ 9 الخطوة الثانية نقوم بتكرار عملية التقسيم حتى نصل الي 27 يعني اخيرت 400 هنا قمنا رابط منذ pi نعمل المخطط اخرى وومرت 9 보면 9 9 ... % ثم نعمل المخططه ثاني وومرت الوقت 9 % 1997 نقف وبعد ل entsprech معناкое ياوي كنسبنا ثلاث أجزاء يعني يحتاج إلى ثلاث أيام هنا أولاد أقول لك لاحظ بعد الوصول إلى سبعة وعشرين ساعة نقول قد قسمنا المخطط إلى ثلاث أجزاء متساوية لتسعة زي التسعة زي التسعة سبعة وعشرين أو تسعة في ثلاثة بسبعة وعشرين لذلك هو يحتاج إلى ثلاثة أيام لكي ينتهي من تجربته ده بالنسبة لطريقة القسمة يعني يفهم أكثر القسمة يا أولاد لما نحل مع بعض الأنشطة نشاط واحد اقرأ ثم أجب رقم ألف اشترى مهاب 12 قطعة من الحلوة ويريد توزيحها على ثلاثة من أصدقائه بالتساوي فما نصيب كل صديق من قطع الحلوة نقسم يا أولاد نموذج التقسيم ده إلى أجزاء متساوية نقسموه إلى أجزاء متساوية أول جزء يا أولاد نكتب فيه ثلاثة بعد كده نكتب ثلاثة فتلاثة وتلاثة ستة بعد كده نكتب ثلاثة تاني ستة وتلاثة تسعة ونكتب ثلاثة تاني تسعة وتلاثة واثناشر أول ما نوصل عنده ثلاثة نقف كده احنا جسمنا من الموذج التقسيم إلى كم جزء أولاد إلى أربع أجزاء يبقى كده اتناشر على الثلاثة فيها الكام واثناشر على الثلاثة فيها الأربعة يبقى نصيب كل صديق من قطع الحلوى يأولاد نصيب كل صديق أربع قطع رقم به فرقم به يا أولاد يقول معاريم خمستاشر زهرة وتريد توزيحها بالتساوى على ثلاثة زهريات فما عدد الوردات في كل زهرية أول حاجة يا أولاد نقسم نموذج التقسيم ده إلى أجزاء متساوية أول جزء نكتب فيه ثلاثة بعد كده أولاد نكرر الثلاثة لحد من وصل الرقم خمستاشر فنقول ثلاثة وتلاثة ستة ستة وتلاثة تسعة تسعة وتلاثة اتناشر اتناشر وتلاثة خمستاشر كده يا أولاد هنعدوا المربعات اللي استخدمناها هنلقوهم كام يا أولاد خمسة يبقى كده نحطه في كل زهرية خمس وردات نكتب مع بعض رقم جيم تقرأ سلمة 21 صفحة في سبع أيام فكم صفحة ستقرأها سلمة في اليوم الواحد يبقى حنا أولاد نعملين هنقسم نموذج التقسيم إلى أجزاء متساوية نكتب أول جزء أولاد سبعة بعد كده نكرر السبعة تبقى سبعة وسبعة وربعة وسبعة وواحد وعشرين يبقى 14 وسبعة وواحد وعشرين وصلنا عند الواحد وعشرين أولاد نروح موقفين كده هنستخدمنا كام مربع استخدمنا تلاتة يبقى كام صفحة ستقرأها سلمة في اليوم الواحد هتستقرأ تلات صفحات ليه واحد وعشرين على السبعة فيها التلاتة رقم دال اشترى مجدي 36 سمكة ويريد توزيحها بالتساوع على تسع أحواض فما عاد السمكات التي يجب وضعها في كل حوض يبقى احنا يا أولاد نقسم نموذج التقسيم نبدأ بتسعة وبعدها نزود تسعة يعني تسعة وتسعة تمنتاشر وتسعة يبقى سبعة وعشرين وتسعة ستة وتلاتين كده يا أولاد وصلنا أربع مربعات يبقى بيضع في كل حوض يا أولاد كام أربع سمكات ليه عشان ستة وتلاتين على التسعة فيها الأربعة نكتب معها بعد نشاط اتنين اكتب مسألة كلامية مستعينا بالمخطط المعضى مثال هنا يا أولاد جيبنا أربعة وعشرين وهنا هي على الستة المسألة الكلامية بتاعتني هي يا أولاد تزاكر مروة ست ساعات يوميا فكم يوما ستحتاجه لتزاكر أربعة وعشرين ساعة فنقول أربعة وعشرين على الستة فيها الأربعة لذلك فإن مروة تحتاج الأربعة أيام يبقى هنا أولاد كررنا للستة أربع مرات يبقى أربعة وعشرين على الستة فيها الأربعة طيب هنا أولاد رقم ألف في رقم ألف بيقول لك جيب لك طمنتاشر اتنين وهنا جيب لك واحد بيجري فنقول ليه في مسألة الكلامية بتاعتنا أولاد يجري متصابق اتنين كيلو متر كل يوم فكم يوم يحتاج لكي يجري طمنتاشر كيلو متر يبقى هنا أولاد طمنتاشر على الاتنين يبقى هنا تسعة أيام يحتاج يا أولاد يحتاج إلى تسعة أيام نكتب مع بعض رقم به يا أولاد هنا يجيب لك ربعين وعشرة يعني يكسم ربعين على العشرة فنقول ليه أولاد مسألة الكلامية وزع مدرس عدد عشر أقلام على التلميذ في اليوم الأول فكم يوم يحتاج لتوزيع 40 قلم على التلميذ فهنا أولاد نقول ليه أربعين على العشرة نكرر لعشرة أولاد لحد منوصل لربعين فنقولوا عشرة بعد كده عشرة يبقى هنا أربع عشرات يا أولاد يعني أربعين يعني يحتاج يا أولاد يحتاج أربع أيام نكتب مع بعض المسألة الكلامية الدرس المية العلاقة بين الضرب والقسمة ما هي العلاقة بين الضرب والقسمة هنا أولاد جيبنا ستة في ثلاثة بطمنتاشر وطمنتاشر على الستة فيها الثلاثة وطمنتاشر على الثلاثة فيها الستة طيب هنا أولاد أقول لك أن الضرب هو تكرار جمع مجموعات متساوية للحصول على الكل يعني نجمع أولاد مجموعات متساوية يعني ستة في ثلاثة يعني ستة في ثلاثة يا أولاد يعني ستة زائد ستة زائد ستة دي اسمها يا أولاد جمع مجموعات متساوية للحصول على الكل اللي هو يا أولاد اللي هو الثلاثة طيب هنا أولاد ثلاثة في ستة بطمنتاشر وستة في ثلاثة بطمنتاشر طب ايه هي القسم يا اولاد القسمة هي تقسيم الكل الى مجموعات متساوية يعني الكلام ده اولاد يعني 18 على 3 فيها 6 و 18 على 6 فيها 3 18 على 6 فيها 3 هنا اولاد بيقول لك تذكر ان عملية الضرب هي عملية ابدالية ويسمى ناتج القسم يا اولاد بخارج القسمة نشاط واحد اكمد ما يأتي هنا اولاد جيبنا رقم 20 طب هنا العشرين كام في كام يا اولاد 20 4 في 5 20 5 ف 4 20 طب هنا اولاد 20 على 5 فيها 4 و 20 على 4 فيها 5 رقم به 28 28 كام في كام اولاد 28 في يد والاربعة 7 ف 4 بـ 28 4 في 7 بـ 28 طب 28 لما نكسمها على الاربعة فيها 7 و 28 والثمانية وعشرين اولاد لما نكسمها على السبعة فيها الاربعة يعني بعد كده اولاد رقم جيم في رقم جيم يبني رقم 32 طب 32 دي اولاد في جدوى الاربعة فنقوله اربعة فنقوله اربعة في تمانية بـ 32 طب تمانية فاربعة بـ 32 لما نكسم اولاد 32 على الاربعة فيها التمانية طب يكسم 32 على التمانية عيدين اربعة طب نيجي بعد كده اولاد اللي رقم دال يبني رقم تمانية واربعين طب تمانية واربعين كام في قام اولاد تمانية واربعين ستة في تمانية فنقوله ستة في تمانية بتمانية واربعين طب تمانية في ستة بتمانية واربعين طب التمانية واربعين يا اولاد لما نكسمها على الستة يدينا تمانية طب التمانية واربعين لما نقسمها على 8 يدينا يا أولاد 6 نشاط 2 أكمل ما يأتي أول حقيقة في المثال يا أولاد قال لك 6 في 5 تساوي 30 وهذا يعني أن 36 على 6 تساوي 5 وكذلك 30 على 5 تساوي 6 هنا يا أولاد يجيب لنا 7 في 9 تساوي 63 هذا يعني يا أولاد 63 على 7 فيها التسعة و63 على 9 فيها السبعة رقم به 4 في 8 ب32 هذا يعني يا أولاد يعني 32 على الأربعة فيها التمانية و32 على التمانية فيها الأربعة نكتب مع بعض بعد كده يا أولاد رقم جيم رقم جيم يا أولاد بقولك 6 في 7 تساوي 42 هذا يعني يا أولاد 42 على 6 يدينا 7 و42 على 7 يدينا يا أولاد 6 ده يا أولاد 53 على 9 يدينا 8까지 primo رقم غير يدينا 9 يدعني كل هاتف في رقم دال هنا لذب نحكم مسألة الضرب هنا نحكم مسألة القسم هنا حكم مسألة القسم 39 على 9 تساوي 4 tensافا يبغي اسألة ضرب يا أولاد اياه إيه 4 بساعتoki 9 تساوي 9 تساوي 6 تساوي 5 Nuevo 3 جيبناش مسألة الضرب ولا مسألة القسمة وهنا أولاد جيبنا مسألة القسمة من غير المقصوم يبقى هنا أولاد المقصوم نجيبوه إزاي أولاد نضرب المقصوم عليه في خارج القسمة فهنا نقوله 3 في 8 بـ 24 ونقوله هنا أولاد 24 على 8 في هال 3 وهنا نقوله 3 في 8 بـ 24 نشاط 3 كون مسألة كلامية مستخدما العلاقة بين الضرب والقسمة مثال هنا أولاد في المثال جيبنا 24 3 أو 8 3 في 8 بـ 24 يبقى مسألة الضرب أولاد هنا قالت مريم معها 3 مجموعات من البلونات بكل مجموعة 8 بلونات ما هو العادي ما هو العادي الكل للبلونات يبقى 3 رقم ألف هنا أولاد جيبنا 54 وستة وتسعة ستة في تسعة بـ 54 عايز مننا أولاد مسألة الضرب على الأرقام دي يضع حسام تسعة كتب بكل رف فإذا كانت مكتبة حسام بها ستة أرفف فكم كتابا في المكتبة فكم كتاب في مكتبة حسام يبقى هنا أولاد نقوله ستة في تسعة بـ 54 كتاب طيب مسألة القسم يا أولاد نقوله حسام معه 54 كتاب يريد وضعها على ستة أرفف بالتساوي فكم كتابا بكل رف بـ 54 على الستة يساوي تسعة كتب رقم به هنا أولاد جيب لك ستة في تمانية في تمانية واربعين فعايزين نكتب مسألة كلمية يا أولاد فمسألة الضرب نقوله يا أولاد مع رؤى ستة زهريات في كل زهرية تمن وردات فما هو عدد الوردات الكل إبعاد عدد كل يا أولاد ستة في تمانية بـ 48 وردة مسألة القسم يا أولاد نقوله يا أولاد تريد رؤى توزيع 48 وردة على عدد ست زهريات فما عدد الوردات في كل زهرية يبقى 48 على الستة يبقى 8 وردات نكتب مع بعض وبكده وصلنا معكم نهاية درسنا النهاردة أرجوكم استفدتم معنا وإلى اللقاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثالث لابتداء الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا